ملفات الدولة مش سكتة والحكومة مش سكتة وفي رئيس جمهورية يتابع على مدار الساعة بيتابع على مدار الساعة السلع البطايع الافراجات الاسعار نزلتوا ايه طب فين كذا بيتابع حتى مع السادة المحافظين عايز اقول لكم مش مع الوزر بس ومع المحافظين ايه اللي عندكم ايه اللي ناقص ايه اللي هنا ايه هو ده الشغل الشاغل والله الشغل الشاغل طب ده يستحق ايه حضراتكم يستحق ايه في ناس مش عاجبها اه مش مشكلة ولا يعنونا ولا يفرقوا معنا خالص عايزك تطمن تطمن كمان لما رئيس الوزراء النهاردة في اسكندرية تصرحات رئيس الوزراء مطمئنة جدا ايجابية جدا احنا بنخلص عام 22 ورحين عام 23 بعد 3 ساعات من دلوقت ان شاء الله نبدأ 23 بهذا التفاؤل ده النهاردة فيه تفاؤل ايوة رئيس الوزراء دي رسائله مش بتاعت انا ده المسؤول المعني عن عمل حكومة اللي هو ضبط الاجراءات لصالح الشعب لصالح الناس تكلمنا رئيس الوزراء كده رسائله النهاردة في منتهى الايجابية والتفاؤل رئيس الوزراء ما قال ليش ما كلمنيش لا 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 النهاردة انا بقول لكه ولازم احايا الدكتور مصابة مدبولي النهاردة انا لما عدت شفت التصرحات بالكامل كلها ايجابية رئيس الوزراء كان يطلع القامل اللي فاتت وفترة اللي فاتت يقول لنا ايه ايه القامل الصعبة والنهاردة بجاب سيرة العالم خالص جاب سيرة احنا بنعمل ايه اللي هو ده احنا الحاجات اللي في المواني دي نفرج عنا اللي دي هتحللنا ازمة كبيرة قوي ازمة احنا كنا منعاني كشعب ومسؤولين وضغط مستمرة عليهم والشارع ما كانش مبسوط قوي كان الشارع مدايق ايوة طب انت بتعمل ده فتمتص الناس وغضب الناس وزعل الناس وهد الاسعار عالناس امتى انا بتكلم بعد ساعات نبدأ عام جديد بتفاق الرئيس الوزراء وايه الغاء حاجات واجراءات وبنك مركزي واعتمادات اللي كانت قبل كده بنرجع بمسندات التحصيل بنرجع بيها بدل الاعتمادات المسندية وده كمان بيسهل بس ده معناه حاجة واحدة ان انت عندك او عن بس انت وانت كنت واحدة الاجراء ده ليه اعتمادات المسندية عشان تقالل فاتور بس ده السجرات صح طيب ده حاجة طب ده معناه ايه النهاردة معناه ان انا افرج عن الحاجات اللي موجودة يبقى انا بوفر الدولار يبقى انا اجيب دولار عايز افرج عن الكلام ده كله ماه كل ده فلوس خرجه فلوس بتدفع عشان افرج عن الشحنات اللي موجودة ده بالمليارات بس كمان انا راجع